حقق المنتخب السوري لكرة السلة للناشئات تحت سن 16 عاماً لقب البطولة الإقليمية بعد فوزه على المنتخب الوطني في المباراة الختامية في بطولة هي الأولى من نوعها حقق المنتخب السوري لكرة السلة للناشئات تحت سن 16 عاماً لقب البطولة الإقليمية بعد تفوقه على المنتخب الوطني في المباراة الختامية ونجح المنتخب السوري في تكرار فوزه على المنتخب الوطني في المباراة الحاسمة بخمسين نقطة مقابل احدى واربعين ليكتفي المنتخب الوطني بالمركز الثاني فيما جاءت ناشئات العراق في المركز الثالث وكان المنتخب السوري قد حقق فوزين في الجولتين الثانية والثالثة على حساب المنتخب العراقي بتسع واربعين نقطة مقابل عشرين وتفوق على المنتخب الوطني بسبع وخمسين نقطة مقابل تسع وثلاثين فيما نجحت لاعبات المنتخب الوطني بتحقيق فوزهم الوحيد على النظيراتهن العراقيات بسبع وخمسين نقطة مقابل خمس وعشرين بطولة مهمة للفئات العمرية بتحديات دولية وقارية تزيد من الخبرات المكتسبة لجيل صاعد في كرة السلة الأردنية الحديث أكثر عن إنجاز المنتخب الوطني ينضم إلينا المدرب نايف عصفور واللاعبة ذكرى أشحادي بداية أهلا وسهلا بكم في استوديوهاتنا في قناة المملكة كابتن نايف وصاحب تطول الفارع ذكرى وأفضل لاعبة في البطولة البداية معك كابتن نايف سنتحدث عن البطولة وتشرح لنا أو تحدثنا عن كيف كان التنافس في هذه البطولة البطولة أول شي كانت عبارة عن ثلاث فرق مشاركين في هذه البطولة منتخب الأردن والعراقي والسوري المنتخب العراقي كان فريق لساته جديد فكانت المباراة من طرف واحد الطرف السوري كان عامل خبرة وعامل لعب المباريات الكثيرة للمنتخب السوري فريق لاعب بطولة آسيا لفل بي كان معسكر في بيلوروسيا ففريق يعني لاعب مباريات دولية كثيرة بعكس فريقنا الأردني اللي تحضرنا لهاي البطولة خلال الأسبوعين خلال الأسبوعين يعني كان شوي صعب كان يعني كان معاي بس 9 تمرين حتى أقدر أحضر لهاي البطولة استفدنا كتير من هذه البطولة كان التنافس أول بالمباراة الأولى شوي عامل الرهبة أثر والبداية البطيئة ضد الفريق السوري في المباراة الأولى خل بناتنا يدخلوا شوي بطريقة بطيئة مما زاد التفوق السوري بعكس المباراة الثانية لما قرأت المباراة بطريقة جيدة وعملت جيم بلان مختلف على الجيم الثانية شفنا كيف كان التنافس ظلينا ماشيين معهم لآخر المباراة لآخر أربين ثانية كان الفريق 3 أو 4 نقاط بس أغلاط صغيرة من بناتنا خلت الفريق والفريق الأفضل السوري فاز بس بالنسبة لي أنا كتير راضي بعد ما شفت أنه عندنا خامات وعندنا potential كبير من هذا المنتخب أنه بعد 3 أو 4 سنين يقود هذا الفريق ينعزز فريق السيدات بأربعة أو خمس بنات من هذا الفريق للفريق السيدات سنتحدث بشكل مفصل أكثر عن مواجهتي سوريا ولكن في البداية ذكرى ما أهمية المشاركة مع المنتخب الوطني بالنسبة لك خصوصا أنك حققت جائزة أفضل لاعبة في البطولة وأيضا أفضل متابعة في البطولة نفسها كانت مشاركة كتير حلوة استفدنا منها احتكينا مع فرق قوية كان صح كانت وقت قصير بس استفدنا كتير منها أخذت خبرات أكيد لأنه احتكيت مع فريق كتير قوي ما أتوقع أن يكون هيك بس الحمد لله أنه درنا نجاري للفريق ودرنا أنه نرفع مستوانا ودرنا نرفع اسم الأردن لفوق ونرجع أنه نحن نقدر نحمل شعار الأردن ونرفع اسمه لفوق نعم كابتن نايف نتحدث بشكل مفصل أكثر عن مواجهتين سوريا في المواجهة الأولى المنتخب الوطن لم يكن داخل الأجواء لكن في المواجهة الثانية شاهدنا منتخب كان قريب جدا من الفوز ربما الفوز لم يكن بعيدا عن المنتخب خصوصا كما ذكرت في آخر 40 ثانية من المباراة مية بالمية زي ما قلتلك منتخب الأردني لفريق السطاش صار له 8 أو 9 سنين مش متجمع فهاي خطوة كتير كانت رائعة من الاتحاد الأردني أنه يجمع فريق السطاش يعني هاي أول مباراة دولية مثلا لذكرى نعم أول مباراة دولية باسم المنتخب الوطني وباقي البنات نفس الإشي بعكس الفريق السوري اللي هم لعبين وعندهم خبرات خبريات سابقة سابقة يعني لعبين مشاركين مع المنتخب السوري أكتر فلما بلشنا المباراة الأولى كانت زي ما قلتلك عامل الرهبة عامل شوي الخوف يعني عدم وجود خبرة خلتنا نبلش بداية بطيئة رفعوا الفريق شوي هم فصلنا شوي إحنا عم نلحق فيهم هذا الإشي صعب صعب المهم شوي بالمباراة الأولى وبنفس الوقت المباراة الأولى بالنسبة لي ما كانت كثير مهمة قد ما أنا أكتشف الفريق السوري لأنه أنا متأهل على الفاينل صحيح فليلة المباراة الثانية حطيت جيمي بلان جديدة غيرت كل الدفاع ومسكت مفاتيح اللاعبات اللي عندهم مفاتيح القوة بالفريق وزي ما شفتوا أنه كانت حدينا من خطرتهم وضلينا مشهين رميات حرة ما كنا متوفقين ضيعنا 14 رمية حرة فلو شوي البنات توفقوا من نصف الرميات ربما كانت نتجة مغاية نصف الرميات زي ما بقولك هذول كلها شوية خبرة فمن هون خلال نبلش خطوة كويسة نبلش نبني على هذا الفريق نكمل لو كل سنة نلعب 10 مباراة 12 مباراة دولية للمنتخب بهيك مستوى اللفل رحي على اللاعبات إذا بدنا نظل نعتمد على الدور الأردني منظلنا على نفس ما نحن أما إذا نلعب مباراة إقليمية مع سوريا مع لبنان مع العراق مع مصر مع الدول العربية اللفل رح يرتفع زي ما قلتلك هذا المنتخب اللي هو تحت 16 شوي كان عنده نحس الصيف كان عندهم بطولة عربية بطولة بشهر 7 التغت كان عندنا بطولة غرب آسيا كانت مفروض تصير شهر 8 بالعراق في مدينة السلمانية كمان تأجلت لإشعار آخر حاول الاتحاد الأردن يستضيفها بس شوي لخبطت الاتحاد غرب آسيا أجلته لأشعار آخر فمن هذه الخطوة الاتحاد الأردن يقرر أنهم يعملوا بطولة لو إنها ودية بس بطولة ودية للبنات بعد ما أطع تمريناتهم بعد ما ألتغت بطولة غرب آسيا جمعنا بين عشرين و تسعة يعني أنت كان معي لم يكن ذلك الوقت الطويل مئة بالمئة تجهيز المنتخب في عنا مواهب في كتير مواهب وفي كتير خامات مثل زي ذكرى في عنا كمان ثلاثة أربعة يعني جويل هلسة سنتي عطلة جنين الزرو كابتن المنتخب جنين الزرو كمان خامة يعني هدول عنا خمس ست أسماء نقدر ندعم فيهم فريق السيدات في المستقبل القريب يعني ذكرى رح تكون إن شاء الله يعني من متابعتي إلها بعد ثلاثة أربعة سنين إن شاء الله رح تكون النجمة الأولى في الأردن طبعا بعد ما تشتغل وظلها تطور وتشتغل مضبوط إن شاء الله رح تكون إلها مستقبل باهر في كرة السلة إن شاء الله ذكرى بعمر 16 سن وصلت طولك لـ 198 سنة مثل إن شاء الله طول فارع توقع في الخمس سنوات يمكن تتجاوز طول لاعبية المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بشكل عام كيف دخلت هذا العالم؟ كيف دخلت عالم لعبة كرة السلة؟ وأنت أصلا لك باع في رياضات أخرى كألعاب القوة؟ كنت هي مش كانت أول شي مجرد هواية بس كنت يعني كنت أشوف طولي بساعدني إنه كل الناس يحكي له إنه آه ذكر أنت طويلة إنه ليش ما بتسفيدي من هذا الإشي بلشت ألعب باسكتبول مع كوتش سامر نينو بلشت ألعاب أصير أتمران صرت قوي حالي صرت صار فريق يعني ندخل البطولات في إنه أندي كان الفريق كتير يعتمد علي إنه ذكر أنت يعني أنت اللي رح تربحين القيم أنت اللي رح تعملي شد هذا صار في عندي دافع إني ألعب باسكتبول وصار إنه حب لإلها صرت أحب اللعبة صار عندي شغف إني ألعبها صرت أحس حالي مستوى يعني بتطور صرت ألعب مع فريق سيدات أرثو دوكسي صرت أنه أشوف أنه كتير في ناس عم تحكي أوه ذكره ومشاء الله عم تلعب باسكت أوه أنه يعني أنه مستواها كتير عالي صرت أحس الناس أنه أنا لما أدخل على الملعب أنه إلي أنا يعني هيبتي في الملعب خلص أنه ذكره داخلي يعني خلص أنه ما في مجال فمن وقتها أنه حبيت اللعبة ويعني صار في إلي دعم وساعدني كمان كوتش نايف حصفور أنه كان عم بيدعمني كان يحكي لي ذكره لو أنه صار معك أغلاط ممكن تغلط بالجيم أي إنسان بغلط بس أنه خليكي أوهي خليك أدحالك وإلعب به لأنه أنت قوة الفريق يعني أنت خامة نادرة بالأردن يمكن كبتن نايف اللي كان يشوفه عرض الملعب كان يسمع صوته عبر شاشات التلفزيون والسماعات تحديدا صوته ما شاء الله عرض الملعب دايما واضح أنه يعطي التعليمات بشكل فوري وسريع لللاعبات ابقوا معي سنشاهد ماذا قالت لعبات المنتخب الوطني بعد نهاية اللقاء الامس البطولة كانت حلوة يعني روح حلوة كلنا كنا تيم واحد كلنا لاتنا سوريا أردن عراق كلنا لاتنا واحد كانت صعبة بس الحمد لله قدرنا نفوز ناخد الأول وهذا يعني كلنا لاتنا تيم واحد يعني ما فينا نقول أنه فوز أربعة سوريا سوريا كلها روحت البطولة حلوة كانت ومنها تعلمنا كثير أشياء وتعلمنا أخذنا خبرات جديدة إننا تعرفنا على ناس من أنحاء العالم زي سوريا والعراق وشفنا المستويات اللي بره وهي بخلينا أنه نشد إلى قدام وهي بهاي البطولة جبنا مركز ثاني بس إن شاء الله السنة الجاي لما نشارك رح نشارك بأقوة مع تحضيرات أكتر ورح نجيب الأول أعود إلى ضيوفي في الستوديو كابتن نايف ما هي المرحلة المقبلة لفريق تحت سنة 16 عاما إن شاء الله أجندة الموسم المقبل اللي هم سنة 2020 بتتبين معنا إن شاء الله أول السنة بس منتخب الستاش رح يكون عنده بطولة غرب آسيا ورح يكون عنده كمان بطولة عربية إن شاء الله في الصيف المقبل فزي ما بقولك فريقنا صغار السن هاي البطولة اللي احنا شاركنا فيها هي لألفين وثلاتة احنا فريقنا عنده أربع لعبات فقط ألفين وثلاتة والباية ألفين واربعة ألفين وخمسة فالباية ألفين واربعة ألفين وخمسة أراد السنة الجاي رح يكونوا موجودين وجازين بعكس المنتخب السوري اللي كان عنده أحداشر لعبة ألفين وثلاتة ألفين وثلاتة يعني تقريبا نص كل فريق أكبر من بناتنا فعنا لسه مواهب أصغر بألفين واربعة ألفين وخمسة للسنة الجاي أخذوا خبرة هاي السنة اتدربوا السنة الجاي إن شاء الله لما يتجمع يصير في تجمع المنطقة الوطني إن شاء الله بتمنى أنه ينبلش بكير ويتكون مبينة واضحة إيش المشاركات المقبلة هذا الإشي كله رح يساعد مع معسكرات مع مباريات ودية يعني اللاعب بيستفيد وبتطور من كتر المباريات والفريق بتطور فإن شاء الله يكون مبين من الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي ليش في بطولات للموسم المقبل وهذا الإشي بيخلي الاتحاد أردني والاتحاد أردني ما بيأثر يعني الآن سدينا هلسة مسؤولة اللجنة النسوية ما بتأثر كل شي يعني بتوفر كل شي للفرق النسوية فإن شاء الله يعني فيه إن شاء الله فيه مشاركات وفيه استحقاقات في الموسم المقبل ومع هيك خمات ومع هيك مواهب إن شاء الله مستقبل واعد للكرت السلة النسوية في الأردن سؤال الأخير رح يكون لكابتن ذكرى إلى ماذا تتطلعين مع المنتخب الوطني للكرت السلة في قادم الأعوام إن شاء الله بتنو هلأ طموحي إني أكون اللاعبة يعني الأولى في الأردن وإنه أحترف بره لأنه أنا كثير أحب الباسكيت وأنا كثير عم بعمل إنجازات يعني جبت هاي البطولة يعني أنا اللاعب الوحيد اللي جبت بطولة إنه أنا أفضل لعبة فيها هذا كثير إشي كان يعني كان عم بيحفزني إنه أنا أصير إشي كثير كبير هون في الأردن وجبت يعني يعني كثير حاب إنه أكون أنا مسائل للأردن مسائل لأي لعبة بتدخل باسكتبول تحكي آه ذكرى شحادي هي لاعبة الأولى في الأردن وإن شاء الله بصير إنه محترفة برا نعم إذن اللاعبة ذكرى شحادي كابتن بس بدأ أحكي كمان إنه كيف إنه أحمد دويري نجم نادي فنربخشة للرجال إن شاء الله ذكرى إذا بتضلها إذا بنحط لها برنامج برنامج إعداد وتأهيل و و و تتطور مهريا و بدنيا إن شاء الله رح نشوف ذكرى بعد ثلاث أربع سنين محترفة إن شاء الله بأوروبا و رح تكون يعني يعني رقم واحد في الأردن بس إن شاء الله لازم نعتني نعتني زي يعني إن شاء الله الاتحاد الأردني يحط برنامج إعداد تأهيل لذكرى حتى يصير عندنا نجم يعني عندنا نجم عالمي في الرجال وإن شاء الله رح يصير عندنا نجم عالمي في السيدات إذن كابتن نايف أصفور ذكرى شحادي شكرا جزيلا لكم شكرا لكم